على نحو مفاجئ من شخصية شاعية مثيرة للجدل داخل العراق وغير مهتمة باليمن كما درجت العادة على مواقفها وتحركاتها ولت فتوى المرجع الشاعي العراقي مقتدى الصدر اهتمامها هذه المرة شطر اليمن مستادفة الشرعية متمثلة بالرئيس هادي عبر إطلاق سيل من الاتهامات التي لم تخلو من لغة التكفير وبلغة نأو منهجية مذهبية وطائفية اختار المرجع الشاعي العراقي مقتدى الصدر الفتوى كوسيلة للهجوم على الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي واصفا إياه بالدكتاتور في حين لا يخفى تعاطفه مع بشار الأسد الدكتاتور الأكثر وحشية في تدمير شعب سوريا بأكمله كون الطائفية تجمعهما في ظل رعاية إيران التشمل أيضا احتضان الحوثيين في اليمن ولم يكتفي المرجع الشاعي العراقي مقتدى الصدر بوصف الرئيس هادي بالدكتاتور بل أفتى بأنه عدو الله ودعا إلى ضرورة تنحيه عن السلطة وفي الوقت نفسه تجاهل انقلاب قرينه الطائفي الحوثي ومكتفيا بدعوة إزاحة الشرعية ما يعني تأكيدا منه على دعم الانقلاب ومساندته لتمكينه بدلا عن الشرعية في تناغم واضح مع مطالب إيران الداعم للحشد الشاعي العراقي الذي يشكل التيار الصدري أحد أهم فصائله وهروبا من الإشارة إلى أسباب الحرب الانقلابية ومسببها المتمثل بميليشيا الحوثي الطائفية وانقلابها على الدولة سردت فتوى الصدر التداعيات الإنسانية للحرب واعتبر أنها ليست حربا اضطرارية ضد الانقلاب الحوثي وإنما وصفها بالحرب الطائفية الظالمة في إشارة ضمنية لسعودية التي طالما وصفتها وسائل الإعلام الشاعية الإيرانية العراقية بالحرب الوهابية ضد الحوثيين غير أن اللافتة أن فتوى الهجوم الصدرية على الشرعية والرئيس هادي تأتي في ظل العودة الخجولة للعلاقة بين العراق الذي ينتمي لها الصدر وبين السعودية التي تحتضن الرئيس هادي وتقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين كما أن الصدر قام أواخر العام الماضي بزيارة المملكة ثم زار الإمارات بعد تلقيه دعوة من حكومتها التي احتفلت وسائل إعلامها بالزيارة واعتبرتها بداية عودة المرجع الشاعي العراقي وزعيم التيار صدري إلى ما أسمته الحضن العربي الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام خليط من التساؤلات والشكوك وعلامات الاستفهم والرسائل التي أراد مقتدى الصدر وهل اتخذ من الهجوم على الرئيس هادي وشرعيته التي تحتضنها الرياض مجرد مدخل للهجوم على السعودية وتحميلها مسؤولية الحرب وما علاقة ذلك بموجة المواقف الأخيرة لمليشيات النمر الشاعية والنجباء ضد السعودية والمتعاطة مع مليشيات الحوثي اشتركوا في القناة